وينضم إلينا مباشرة من بغداد المتحدث باسم وزارة الزراعة دكتور حميد النايف دكتور حميد أرحب بك معنا إلى هذه الساعة الإخبارية بحسب ما أعلنت وزارة الزراعة الخطة الزراعية لعام 2019 ستزيد خلالها المساحات المزروعة وتضعيفها حتى ثلاث مرات علامة أو ما هي الآليات أو الطرق التي ستعتمد عليها وزارة الزراعة في مضاعفة هذه المساحات تحية لك زيني ولمشاهدي قناة الأخرى الكرام ورمضان كريم للعراقيين والأمة الإسلامية جمعة حقيقة الخطة الزراعية هذا العام هي خطة مبكرة وطموحة وعدت مبكرا بالشهر الرابع من هذا العام وهذه حالة حقيقة استباقية من أجل توفير كافة المستزمات لإنجاح هذه الخطة وتميزت هذه الخطة بزيادة المساحات المزروعة حيث بلغت الخطة الزراعية النهائية مليونين ومئة وستة ألف دونم أي حوالي أكثر من ثلاثة أضعاف عن الخطة للعام الماضي التي كانت حوالي ستمائة ألف دونم والتي كانت خالية من ثمانية محاصيل زراعية مهمة جدا ومن أبرزها الشلب هذا العام حقيقة تضمنت هذه الخطة كافة المحاصيل الزراعية ومن ضمنها الشلب حيث تصدرت محافظة النجف بحوالي مئتين وداعش ألف دونم فضلا أنه محافظة الديوانية المركز الثاني محافظة الديوانية بمئة وثلاثة وخمسين ألف دونم أي الخطة الكاملة للشلب هي حوالي أربعمائة ألف وثلاثة وثلاثين دونم وهذا يعتبر إنجاز كبير إضافة إلى زراع الزراع الدجلي حقيقة وهذه لأول مرة ولأكثر من حوالي عشرين عام لم يزرع الشلب في هذه المحافظات في ميسان وواسط فضلا عن ديالة حيث تم تخصيص 15 ألف دونم لكل من محافظتي واسط وميسان وعشرة آلاف دونم لمحافظة ديالة وبالتالي نعتقد أن هذه الخطة هي طموحة جدا هل الخزين المائي كافي لسقي كل هذه المساحات الزراعية؟ نعم حقيقة بداية عقدت الجلسة الاجتماع بين اللجنتين الدائمتين بين وزارة الزراع والموارد المائية وحصلت الموافقة على تأمين كافة الحصة المائية لهذه المساحات لأن اليوم الخزين المائي وصل إلى أكثر من 50 مليار متر مكعب وهذا يعتبر حقيقة بادرة طيبة ونحن نعتقد أنه سقوط الأمطار هذا العام والفيضانات هي حالة إيجابية ونعمة من السماء أفضت بنتائجها على زيادة المساحات المذروعة فضلا على زيادة أيضا الغطاء النباتي في العديد من مناطق الأرض إضافة إلى قرار وزارة الزراعة إعادة زراعة الشلب كانت من المحاصيل الممنوعة العام الماضي في عام الجفاف ما هي المحاصيل الأخرى التي كانت ممنوعة وستعاد زراعتها هذه السنة؟ نعم من أبرز المحاصيل حقيقة هو محصول الشلب العام الماضي كان خمس تلاف دونر غير الشلب لأجل تنمية البذور والمحافظة غير الشلب كانت هناك الذرة الصفرة ممنوعة والبيضاء كذلك الباق الله والسمسم والدخن وزهرة الشمس كلها كانت ممنوعة العام الماضي هذا العام كل المحاصيل مسموح بزراعتها وحسب ما تم إعداده من المحافظات ومن مديريات الزراعة وبالتالي هذه الخطة حقيقة مبكرة وطموحة ونأمل أن تفي بالغرض المطلوب منها ونحن كوزارة حقيقة أعددنا كافة مستلزمات إنجاح هذه الخطة من أسمده وبذور ومستلزمات الأخرى ونتمنى أن يكون هذا الموسم موسم خير كذلك أيضا ندعو كافة الفلاحين عدم التجاوز على هذه الخطة وزراعة مساحات خارج الخطة الموضوع من هذه الموسم يعني زدتم هذه المساحات الزراعية نتيجة الخزين المائي الوفير نتيجة السيول والأمطار التي حصلت مؤخرة ولكن من تضرر من المزارعين والفلاحين من تضررت أراضيهم هل سيتم تعويضهم دكتور حميد نعم هناك لجنة من رئاسة الوزراء حقيقة هذه اللجنة شكلت من أجل مجابهة أزمة السيول والفيضانات وبالتالي هذه اللجنة قامت بجرد الكثير من الأراضي التي تم أضرارها سواء كانت بساتين أو امتلكات وهناك حقيقة إجراءات مهمة جدا من أجل تعويض هؤلاء المزارعين والفلاحين التي تضررت حتى المتجاوزين منهم وأراضيهم وفق القانون الحقيقة هذا ما تقرره اللجان التي قامت بعملية الجرد لأن دائما الفلاح أو زراع الأرض يجب أن تكون لديه علاقة بهذه الأرض أي فلاح لديه علاقة قانونية بهذه الأرض سيتم تعويضها شكرا على حضورك معنا مباشرة من بغداد المتحدث باسم وزارة الزراعة دكتور حميد النايف